في حدا ما يحب فصوليا ورز فصوليا ورز طبخة الطفولة طبخة البيت طفخة اللبنانية يمكن بامتياز فصوليا ورز نعملها بالبيت عالقالية لمرتين بالشهر وانا بحبها كتير يلا كيف نعملها؟ عطر قدنا الفصوليا ورز عنا بدنا شعيرية رز فصوليا نعينا من مبارح بالماء بصل ورق غار رب البندورة كتشاب أو سكر ملح بهار بابريكا زيت زيتون برقية الجيج لحمة نحن مستعملين فوفيلة طوميتو جوز هول يمي كل هول؟ لفصوليا ورز إذا ما بدك وابا عملها فكرت أهيا هي كتير عينة نقص اللحمة شقف الزهار قطرة قطيب ويفوتوا بقلب الطبخة أكتر من بعد نقص اللحمة منبلش نقلل البصل زيت زيتون البصلة مفلومة كتير صغير ومنخلطه كفل الفصوليا هنقلل شو بتفضل؟ الفصوليا أو البازيلة؟ منزيد اللحمة ومنقلها مع البصل بزيد ورق الغار الغار والمرق دايماً في ورق غار لشو؟ لأن الغار بيعت ريحة نظاف بتتطبق وقتاً بيكون فيه لحم والجيش وسمع مرق هلأ بيزيد مرقة الجيش تبعيتي بتدوب أنا كنتين فرزة بتدوب واللحة رح تمغلش شوي فيها دايبة المرقة استووا اللحمات منزيد فصوليا ومنخلطونا نسوى ونغطي بالبندورة أعلى من الفصوليا كنتين أصدق اللون منزيد عنيون البابريكا الكاتشاب ورب البندورة وللي بيحب منحط رب الفر كاتشاب لشو الكاتشاب بالأسادية تبع البندورة منحط الكاتشاب وإذا ما عنا كاتشاب مع القيت سكر يعني تريد زيت شوية سويتنس ويعمل بالنس للطبخة خففت النار عليها رح نغطيها ونخليها تنطبح على مهلة تسخسخ الفصوليا شو يا عنا ساعدين؟ على مهلة يعني ممنحش درق الفصوليا بدنا تأخذ وقت كباية ونصرز وثلاث كباية ماء تشت ملح تشت ملح تنورة المرة على الأخير ومنسكر عليها هذا الرز الحلو يلي شعيرية فيها كريمة كتير كلهم أدوح مصبوط مستوي مصبوط بنتلقوا مثل ما هو لوقت ما تخلص الفصوليا إذا خلصت قبل الطبخة وبتكون يدلوا السخين اللي الفو ببقى نشكل بيبقى مثل ما هو تفطر الفصوليا بعد ما عم نشد يعني ما انطبخيت لازم ضغرة المعيس الآن اللي صار أنو السوس خفيت كتير وشدت كتير بدي زدلك بيتين ماي وكمل طبخ الفصوليا صار قضع تقريبا تتربع الساعة وبدأ يمكن قددهم نحنا نقاينا سلو كوكين في عنا متاع منها بالبرستو بتاخد أقل صار هاتي عساعة الفصوليا حلص صاري زعوت المعاس حسنا حسنا اللي حعمله رح زدله معلقة رب الحار متما قلت لكم هيدا الشي بيرجع لكم خليها تنطبخ بعد ربع ساعة بالحار تراكم كيف صارت السوس زدنا الماء نحنا عليها بس رجعت عقديت ونخليها بعد ربع ساعة تينكيه الحار مضبوط حضر الغداء عاف ليش بس بحبه كتير بحبه كتير كتير تذكرنا بأيامك الشرفة رز المصبوط ومعمول بزيت الزيتون الفصوليا من فوق مستوية أخذت تقريباً ساعة ساعة ومضت شغل أرصد حر كتير كتير قليلة من لحمة ولا أرواع سوس طومات حمضة مع هيكي بالنس لأنه زدنا الكاتشاف اكسلنت عم جد اكسلنت أكل لبناني بمتياز الولاد بحبوه ونحنا بنحبوه ونعملها عال قليلة مرتين بالشهر صحتين؟ ترجمة نانسي قنقر